عشراء جرت في أواسط شهر تموس والحسين كان وحيداً بعد أن أدى الصلاة في وقت الزوال وقتل الذي قتل من أنصاره من شيعته ومن أنصاره من الهاشميين قتلوا جميعاً حرارة لاهبة ولاهبة جداً إنها أواسط شهر تموز وبعد الزوال أشد ساعات حرارة في أرض العراق في الشرق الأوسط عموماً لا شأن لي بمن يضع تقويماً لعاشراء وفقاً لأي أساس يريد أن يعتمده إنني أعتمد تقويم صاحب المأساة إنه صاحب الأمر أعتمد على تقويمه هو الذي حدد لي هذا التأريخ هذا الكلام لا هو باحتمالات ولا بظنون صاحب الأمر هو الذي حدد لنا هذا التأريخ هكذا نقرأ في زيارة الناحية التي وردتنا من الناحية المقدسة للحجة بن الحسن هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار والمجلسي مؤلف البحار ينقل الزيارة عن الشيخ المفيد فماذا نقرأ فيها وَسُبْيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ وَصُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البرار والفلوات إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة تلفح وجوههم حر الهاجرات بداية مسيرة العائلة الحسينية في اليوم الحادي عشر الإمام قتل في اليوم العاشر من المحرم ومسيرة العائلة بدأت في اليوم الحادي عشر فالوقت الذي قتل فيه الحسين هو الوقت الذي تحركت عائلة الحسين في أسرها وسبيها فزيارة تقول من أنهم من أن العائلة الحسينية كانت بهذا الوصف فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات الهاجرات جمع لهاجرة والهاجرات هي أشد ساعات القيض حرارة الصيف عند العرب حزيران وتموس وأب هذا هو الصيف عند العرب الصيف في أرض العراق هو هذا حزيران وتموس وأب القيض من الصيف هو وسطه تموس إذا أردنا أن نستعمل المصطلحات بدقة فصيف العراق حزيران وتموس وأب وقيضه هو تموس فالقيض هو وسط الصيف تموس والهاجرات هي أشد ساعات حرارة في أشد أيام تموس حرارة إنها أواسط تموس أواسط تموس متى عند الزوال وما بعد الزوال هذه هي الساعات التي تسمى بساعات الهاجرة لماذا سميت بهذا الاسم فكأن الذي يقف في الشمس والشمس في هذا الوقت تكون عمودية على الرأس فكأنها لا تريد أن تهاجر رأسه فتسمى هذه الساعات بالهاجرات وكأن الشمس لا تريد أن تتحرك عن موضعها كأنها تريد أن تبقى ترسل حرارتها إلى رأس ذلك الذي يقف في حر الهاجرة فالهاجرات أشد الساعات حرارة في أشد الأيام حرارة إنها أيام القيض والقيض هو تموس وهذه زيارة الناحية المقدسة هذا هو التقويم الذي أعتمده حس يطلع أن واحد منا يمسلت وواحد من هناك يطلع يسربت برحته اللي يريد يمسلت يمسلت برحته واللي يريد يسربت هم يسربت برحته تقويم عاشوراء هو هذا في زيارة الناحية المقدسة تقويم مهدوي شريف وسب أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات لا أريد أن أطيل الحديثة في هذه الجهة فقد تحدثت عنها في برامجي السابقة وبالتفصيل إنما هي إشارة مقتضبة سريعة في تلك الهاجرة وفي ذلك القيض وفي شدة الحرارة اللافحة تلفح كانت الحرارة تلفح وجوههم جميعا في أرض الغاضريات الحسين في وسط الميدان إنه إنه أبو الحتوف الجعفي لعنة الله عليه ألا تشاهدونه يقترب شيئا فشيئا من موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنه يوجه سهما باتجاه الحسين وقع في جبين الإمام السهم الذي أرسله أبو الحتوف الجعفي وقع في جبين الإمام ها هو الدم يجري يجري على وجه الإمام أخر أخرج الإمام السهم هذا لعين آخر لعين آخر ابن ابن زانية إنهم أبناء الزوان ابن زانية يحمل حجرا كبيرا بيده ما إن أخرج الإمام السهم من جبهته وإذا به يصك الجبين الطاهرة بهذا الحجر فأخذ الدم يجري ويجري رفع الإمام طرف ثوبه كي يمسح الدم عن الوجه الشريف بان شيء من بياض صدره وإذا بالسهم المثلث في قلب الإمام سهم له شعب مسمومة ثلاث شعب مسمومة أين نبت السهم لقد نبت في صدره واخترق صدره الشريف حتى وصل إلى قلبه انحنى الإمام على سرج جواده وأخرج السهم من ظهره وما خرج السهم إلا وأجزاء من قلب الإمام قد خرجت مع السهم نستمع إلى حمزة شكرا